اشتركوا في القناة وا 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 حسام عشور بسبب حسام عشور كلام يعني في الفترة اخيرة ما ينفعش ابدا ان احنا نقوله في فريق مع فريق بمثل مصر مع فريق داخل بطولة او مباراة مهمة عشان يكسب بطولة مهمة ويكسب مباراة مهمة عشان يوصل للنهاية عشان يرفع اسم مصر عالي كلام كتير برضو في جزئية الانتخابات ما زلنا بنتكلم في انتخابات شيء طبعا غريب جدا جدا بيذكروا كلام ما ينفعش فعلا يتقالوا احنا داخلين على مباراة مهمة ولكن طبعا لازم نرمي هذه التفاهات وهذا الكلام اللي مروش لازمة على جنب ويبتدي نفكر ونركز في كلامنا عن مباراة الاهلي والنجم الساحلي ده اللي احنا نتمنىه نتمنىه كمان اكتر ان شاء الله نيبقى زي ما بقول لكم الشوت التاني في مباراة الترجي هو يبقى المباراة بالكامل في النجم الساحلي وعلى حسب كلام يمبارا وحنا طبعا كان معنا على الهاتف كابتن طلعت يوسف من خليل طبعا استاذ الاهلي هنا وهو المدير الفاني لفريق اهل ترابلوس وكان بيواجه فريق النجم الساحلي في الدور التمانية كلم على ان النجم طبعا لا يقارن بفريق الترجي فريق الترجي افضل احسن خطوطه افضل ولكن طبعا عنده مشاكل فريق النجم عنده مشاكل في جزئية الدفاع يعني اعتقد انه هو بيكلم في جزئية مهمة جدا انه هم عنده طرفين وخط وسط وطبعا بالاضافة لها عمر مرع اللعب المميز وهدف الفريق فان شاء الله لو احنا استغلينا مستوانا الفني والبدل ان شاء الله هيكون ان شاء الله في احسن حال زي مباراة الترجي كده اعتقد ان الامور هتسهل كتير جدا جدا على النادي الاهي اكيد المباراة الاولى بتدينا اطمئنان شوية انها تكون هناك في تونس انت تعمل نتيجة كويسة نتيجة مميزة تخليك تفكر هنا بقى في استاد الجيش برج العرب بشكل احسن كل التوفيق حتى معاد المباراة ودعواتكم طبعا حتى معاد المباراة يمكن احنا قبل المباراة الترجي ادعوا لغاية ان شاء الله المباراة دعواتكم تكتمل ان شاء الله حتى المباراة يا رب كل التوفيق طبعا المهندس محمود طاهر سافر لتونس كرئيس للباسة وجوده في تونس اطمئن طبعا على اللعبين وتحفزهم وده شيء مهم جدا مهندس محمود طاهر مازال يدعم بشكل قوي جدا جدا الفريق ليس فقط كوجوده او كلامه على الفريق ولكن بتواجده ايضا مع الفريق سواء بقى كانت في المباراة الترجي ورجع هنا للقايرة عشان امور طبعا خاصة بالنادي وتسير الامور داخل النادي ورجع تاني لتونس النهاردة الصبح او مباراة بالليل فبالتالي المهندس محمود طاهر موجود كرئيس للباسة مع الفريق بيدعم بشكل كبير الجزء المعنوي والتحفيز للعيب النادي الاهلي النهاردة النادي الاهلي اول مران في سوسا وده امامنا على الشاشة اولى التدريبات في الملعب الفرعي لملعب سوسا اللي هتلاعب عليه المباراة طبعا زي ما اقول لكم كده خلاص العبد التنازلي ابتدى حتة الحماسة الزايدة مفروض بقى تهدى دلوقتي خلاص انا دلوقتي كلاعبين كجهاز فاني ببتدي اهدى ببتدي افكر في المباراة وزي اتعامل معها ان شاء الله خلال المباراة من خلال طبعا التركيز من خلال الهدوء من خلال اجتماعات الفردية كابتل حسن مع اللعيب او مع اتنين لعيبة او مع الخطوط او اللعبين مع بعضهم او شكل جماعي لرؤية فيديو او رؤية شكل معين في الخطط بالنسبة لفريق النجمة الساحلي فكل التوفيق ان شاء الله يبقوا زي ما بقولكم زي ما دعينا لهم كده في المباراة اللي فاته يبقوا في احسن حال سواء فنيا وبدنيا نتمنى طبعا سواء بقى اللعبين او جاز فنيا يبقوا في احسن حالهم في هذا اليوم فنيا وبدنيا وده مش هيجي من خلال دراسة الخصم ان انا بركز جدا في الخصم اللي امامي بيلعب ازاي بيتعامل ازاي ولكن زي ما احنا عارفين نتيجة مباراة الترجي لها اصدق كتير جدا ما بعد المباراة شوفنا كانت الفوز البنزارتي بيقال رئيس النادي المؤدب بيستقيل النهاردة رئيس النادي بيقعد مع السفسي رئيس تونس عشان يكمل يعني يكمل مشواره مع تونس والرئيس التونسي بيقول المؤدب رئيس الترجي التونسي انه يكمل مع فريق الترجي ده يدل على قد ايه الرياضة مؤسرة جدا حتى كمان في الشكل السياسي ولكن طبعا النادي الاهلي نادي كبير اكيد زي ما اقول لكم هو دائما بيفرح جمهوره وعمره ما بيفرح ابدا خصومه سواء داخل مصر او برا مصر فبالتالي ان شاء الله المباراة القادمة ما صعوبتها بقى زي ما اقول لكم ان في مدربين اتشالت او كاتفازو بمنزارتي اتشال من التدريب الترجي او استقال من تدريب الترجي فبالتالي اكيد المدير الفني الفرنسي لفريق النجم الساحلي في لود الفريق المدرب الفرنسي اكيد مش عايز يلاقي نفس المصير بالنسبة ليه اثناء وجوده طبعا في النجم الساحلي لكن طبعا في حالة طبعا من خروجه الامور كتير بتتغير بالنسبة لتفكير الادارات لان طبعا انت وجودك في بطولة افريقية مهم جدا زي دارو ابطال ووصولك للدور النهائي ده امل اكيد كل الفرق ولكن احنا كنادي اهلي املنا هو البطولة فقط لغير وليس الوصول للنهائي فقط وحصولنا على النجمة التسعة يا رب ان شاء الله يبقى زي ما اقول لكم يومنا يوم الحد يوم جميل ويوم اهلاوي وصباح اهلاوي كنا قلنا عليه تاني يوم مباراة التراجي ان شاء الله يوم لتنين واحنا معكم الخلال استاذ الاهلي نقول يوم اهلاوي جميل وفرحة اهلاوية ان شاء الله من خلال مباراة الاهلي يوم الحد ان شاء الله الساعة سبعة ونص مهندس محمود طهر بستقبل جلال كريفة نائب رئيس نادي النجم الساحلي وده يدل طبعا على العلاقات الطيبة استاذ جلال كريفة نائب رئيس النجم الساحلي نادي النجم الساحلي بيطمئن على بحثة الاهلي اي حاجة طبعا نادي الاهلي محتاجها بيحاول طبعا اي طبعا يطمئن على الجزء دي حاجة بتوفر له كل حاجة متوفرة لنادي الاهلي دي حاجة ممزا جدا وامتداد للعلاقات الطيبة ما بين الانديها العربية كلها سواء بقى انديها تونسية او عربية ومع النادي الأهلي النادي الأهلي طبعا نادي كبير نادي وطنية نادي موجود في كل أرجاء الوطن العربي وكل محبينه واللي بيشجعوه في كل أرجاء الوطن العربي في التالي علاقة طيبة جدا مهندس محمود طاهر بيستقبل نائب رئيس نادي النجم الساحلي في فندق إقامة النادي في سوسة اللي يتمئن طبعا على الأمور التنظيمية ودخول الجمهور الأهلي إن شاء الله اللي هيبقى ليه مدرج كامل إن شاء الله يكون فيه عدد أكبر من المباراة السابقة في مباراة الترجي كل ده مهم جدا مهندس محمود طاهر بيحاول ننظمه في شكل كبير مع إدارة نادي النجم الساحلي ما زلنا طبعا جزئية حسام عشور وأحمد الشيخ بنتطمن عليهم هم النهاردة ما اتمرنوش مع الفريق بالشكل الجميع حسام عشور ما زال طبعا بيتمرن جارية حوالين الملعب يعني على أمل بأمر الله بالرغم طبعا حالة الحزن اللي عندي أنا وأكيد عند جمهيري الأهلي اللي أكيد متأكده إن حسام عشور وتواجده في الملعب بيأثر بشكل كبير في الجزء الخططي بالنسبة لفريق النادي الأهلي سواء بقى دفاعيا أو هجوميا لإنه بيريح كتير جدا لعب جنب زيه زي عمر سرية جنبه في الجزء الهجومي إنه هو بيتطمنه هو يروح يهاجم ويبقى على زيادة عددية مع الفريق أيضا الجزء الأطراف سواء أحمد فتحي أو عاني معلول حسام عشور بيقوم بدور مهم جدا في حالة تقدمهم مع الجزء الأمامي فبالتالي وجود حسام عشور حاجة مهمة جدا حتى التعويض المكان لو لقدر الله حسام عشور ما لعبش دي هتبقى بقى الشغل الشغل اللي كانت حسام البدري وأعتقد هو ده التفكير موجود دلوقتي فيه الجهاز الفني وتحضير اللعب المفروض يبقى موجود في هذه الجزء أو في هذا المكان اللي أعتقد أن حسام عشور مؤثر بشكل كبير فيه فيارب إن شاء الله يعني أعتقد كابتن حسام بيحاول يريحه على أطول مدة ممكنة ما يشتركش فيه التدريبات الجامعية تأسيمة أو حاجة فيها اشتراكات عشان الإصابة إن شاء الله تحاول تاخد وقتها لو إن شاء الله بكرة كمان فيه يوم يقدر حسام عشور تمرينة خفيفة يوم المباراة بقى كابتن حسام هيسأل حسام عشور هل أنت قادر أنك تبقى موجود مع الفريق ولا لأ دي تبقى إن شاء الله حاجة خير لو حسام قال أنه يقدر يكمل أو يقدر يلعب المباراة كل التوفيق لحسام عشور وكابتن حسام بدري في اختياره اللعيب سواء بقى حسام هيبقى موجود خلاص يكمل أو اختار لعب تاني آخر في حالة عدم وجود حسام عشور يا رب كل التوفيق أيضا أحمد الشيخ وجوده برضو مهم جدا في القايمة مع الفريق لأن لعب مؤثر لعب مباراة الترجي هنا في ستاد بورج العرب فبالتالي أيضا كابتن حسام بيعتمد عليه ممكن في بعض الأوقات فكلهم كل اللعبين صراحة موجودين عشان يساعدوا بعض عشان في الأول في الآخر نحقق هدفنا نحقق طموحنا بوصلنا إن شاء الله للدور القادم دور النهائي بأمر الله فبالتالي أحمد الشيخ حسام عشور كل اللعبين وليد سليمان كل اللعبين اللي كانت مصابة بالتالي كل توفيق ليهم شاء الله ويرجعوا بالسلامة ويبقوا موجودين في المباراة أيضا عايز أقول لكم أن بعض اللعبين واخدين انذارات فالخوف أن أنت تيجي تاخد انذار في المباراة دي ما تلعبش في المباراة القادمة في ستاد بورج العرب فكات حسام عمل اجتماع مع اللعبين بخصوص هذا الموضوع سواء بقى وليد سليمان شريف إكرامي جونر أجايه حسام عشور اجتماعا خلوا بالكو التركيز لازم يبقى عالي جدا جدا في الجزئية دي أنك حتت الاشتراك القوي أو أنه يبقى فيه خطأ أنك تاخد عليه انذار طبعا هيخصرنا العيب مهم جدا في المباراة القادمة ولكن زي ما بقول لكم كل التوفيق للنادي الأهلي وأهم بقى ما في الموضوع استغلال الفرص في مباراة زي كده في دور قابل النهائي استغلال الفرص وده اللي أتمنى احنا شفنا سواء بقى عالي معلول أو جونر أجايه استغلوا فرصة أو فرصتين جونر في مباراة الترجي خلصت النوضوع كانت ممكن بقى مباراة كرة زي بتاعت وليد أزارو تريحنا تماما ولكن ضاعت ده احنا مش عايزينه مش عايزين النقطة دي دي مش عايزين أي كرة تبقى موجودة سواء سهلة أو صعبة أمام المرمى ان احنا نضيح وده أعتقد اللي كابتن حسام البدري بيفكر فيه وبيتكلم فيه مع كل لعيب ممكن تتاح له الفرصة أمام المرمى ان هو يحرز هدف لازم يبقى مركز بشكل قوي جدا لازم يبقى ضامن هو بيحط رجليه ولا بيحط دماغه ازاي يحط الكرة فيه المرمى ده مهم جدا 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 استغلال فرص مع فريق قوي زي النجم وفي دور زي ده مهم جدا انت الهدف بتاعك يفق بشكل كبير جدا في تونس زي ما احنا شوفنا كده فريق الترجي كان بيلعب ومستريح عشان أحرز هدفين هنا في استاد بورج العرب انت لو عملت الجزئية دي هناك انت هنا في استاد بورج العرب بتبقى حاجة تانية مع جمهورك مع إصرارك وعزمتك وخبراتك الكبيرة جدا الامور بتبقى هيلة جدا فيارب ان شاء الله من خلال اللعبين وخلال طبعا الجاز الفني وتركزهم كل الكلام ده يوصل ان شاء الله في الملعب ونبقى بننفذه بشكل كبير يعني زي ما احنا شايفين ده التمرين اللي كان موجود بالنسبة للفريق قبل التمرين طبعا كله بيدلق كله بيزبط نفسه عشان التمرينة عايز أقولكو بمناسبة طبعا الدوري أبطال أفريقيا والمباراة اللي شغالة النهاردة كان شغال من شوية بماطش الوداد واتحاد العاصمة وانتهت المباراة بتعادل سفر سفر ما بين الفرقتين يعني بنشوف احنا بنحاول طبعا نلقى الضوء على الفرق اللي ممكن تقابلها النادي الآن ان شاء الله في حالة وصلنا ان شاء الله الاول نفكر في فرقتنا وبعد كده بس ايه ان شاء الله نشوف ما هنلاعب منه لكن زي ما بقولكو دي نتيجة هذه المباراة وتعادل سلبي ما بين الفرقتين يعني ده كلامنا في البداية للفريق ودعوتنا بأمر الله للفريق ان شاء الله في المباراة القادمة وحالة التركيز اللي تبقى مؤكدة زي ما احنا شايفين كده مهندس محمود طهر صحيح يعني موجود في الملعب رجل يعني بيسافر و بيرجع و بيروح موجود في الملعب عشان الفريق قدية احساس المجلس الإدارة والمهندس محمود طهر بأهمية هذه البطولة البطولة مش مهمة فقط بس لجمهورنا لا ده مهمة لمجلسنا و الجهاز الفني تاريخ بيتحط لكل واحد في الفريق سواء بقى لاعب او جهاز فني كابتا حسام البدري كابتا سالح وحفيز كابتا نحمد ايوك كابتا سيد معوض اللي موجود بتجربة جديدة في جزئية التدريب لما بيحصل مع النادي الاهل على دوري وكاس ثم بطولة افريقيا بتتحسب ليه بشكل كبير في تاريخه التدريبي ودخوله مجال التدريب من اوسع ابوابه فبالتالي يهم كل فرض في الجهاز الفني واللعبين حصوله على هذه البطولة البطولة الكبيرة والاكبر حاليا في القرى الافريقية بالاضافة طبعا بقى لمجلس الادارة مهم جدا يعني انا نجاح فريق كرة القدم ونجاح الفرق الاخرى والالعاب الاخرى لكرة الالعاب في النادي الاهلي ده نجاح لمجلس الادارة فبالتالي الاهتمام بفريق كرة القدم كرة القدم هي كريمة الالعاب بالنسبة طبعا مع الاحترامنا طبعا لكل الالعاب ولكن كرة القدم مهمة جدا وهي اللي دايما عليها لسبوط إحنا اللعبة الشعبية الأولى بالنسبة للشعب المصري وبالأخص طبعا بقى النادي الأهلي والجمهارية الكبيرة داخل الوطن العربي وداخل مصر وداخل كل أهلاو بيحب هذا الفريق وهذا الكيان فيارب كل التوفيق لفريقنا بشكل كبير في هذه المباراة عمد متعب طبعا رمي ربيع أحمد فتحي محمد نييب من عمر السلية سعد طبعا اللي بيعود بقوة في المباراة إن شاء الله متواجد مش عارفين مين كابتن حسام طبعا بعد الأداء القوي لمحمد نجيب في المباراة السابقة هل كابتن حسام هيرجع سعد كلعب أساسي ولا هيكمل بنفس التشكيلة المباراة السابقة محمد نجيب زي ما شايف كده حسام عشور وهو رابط رجليه وبيجري معاه كابتن سار عبد الحفيز أكيد بخبرات كابتن سار عبد الحفيز وهو بيجري معاه كده بيحاول يحفز حسام بيحاول طبعا يقوله أهميته طبعا كلاعب فيه الفريق لكن طبعا إحنا أنا واثق إن الجهاز الفاني لو حشك لحظة أو نقل ثانية إن حسام فيه مشكلة مش هيلعبه تماما لإن طبعا ده مباراة حساسة جدا جدا ما ينفعش كمان تخسر فيها تغيير لو حسام ابتدى وحصل حاجة إنه يطلع بره المباراة وتخسر تغيير في نفس الوقت طبعا الحفاظ على اللاعب دي حاجة مهمة جدا جدا بالنسبة لحسام عشور يعني كل اللاعبين الصراحة مهمين بالنسبة لكابتر حسام البدري والجهاز الفني شريف إكرامي ومحمد الشناوي وأحمد عادل بيتمرنوا بشكل قوي جدا بيتمرنوا فعلا تمرينة قوي جدا كابتن طارق سلامان بيقوم بمجهود كبير بننسى دايما نقول كابتن طارق ولكن طبعا واضح جدا الجزء كمان النفسي اللي تعامل مع كابتن طارق مع شريف في المباراة المباراة الترجي هنا في الساد برج العرب وقال دي هو خلى شريف يخرج من هذه الكابوة سريعا لأن كان أسبوع بالنسبة لهذه المباراة والمباراة التانية بالنسبة لفريق الترجي سريعا خرج شريف إكرامي وده دليل على أن شريف عنده حتة السبات حتة كلاعب خبرة ولعب عنده قدرات كبيرة جدا أنه يخرج سريعا من مباراة وده طبعا دور كابتن طارق سليمان وبقية الحراس طبعا معا لأنه أكيد الكلام مع اللعابين سواء بقى الشريف إكرامي مع محمد أو أحمد عادل ده مهم جدا أكيد لعيبة طبعا حفزوه بشكل كبير يعني من آخر فريق النادي الأهلي ما شاء الله عنده لعيبة مميزة عنده لعيبة ما شاء الله عنهم أخلاقيا كمان مشاكل كبير زي ما بقولكو ناس بتختلق المشاكل بتختلق الكلام على الفريق في ظل وجود مباراة الساسة ما ينفعش أبدا تماما نحنا نمشي وراهم ونبتدي نتكلم أو حتى نجيب سريعة عشان كده أنا بقولكو يعني أنا هحط الكلام ده على جنب وهبتدي نركز مع وشوش اللعبين في الشاشة أمامنا ووشوش كابتن حسام البدري وكابتن محمد أول عيلة وكابتن صارح حفيز وكابتن أحمد أيوب وكابتن ساد معوض في تركيزهم في هذه المباراة وأهميتها لجماهير الأهلوية والشعب المصري لأن احنا ممثلين بشكل كبير للشعب المصري في هذه البطولة يا رب كل التوفيق لفريقنا أنا يعني ده كلامي بالنسبة للفريق طبعا فيه تغطية موجودة من قناة الأهلي لهذه المباراة وما زلنا مستمرين باستمرار طبعا من خلال مرسلنا أمير هشام وكل العاملين هناك اللي موجودين في تونس بيتكلموا ويرسلونا دايما كل التفاصيل للمباراة كل التفاصيل لفريقنا هناك سببات تدريبية أو في إقامة أو كل حد تعبان وإصابة يعني كل حاجة أنتوا ممكن متخيلينها احنا بنقولها من خلال قناة الأهلي ما تسمعوش أبدا لحد ما تسمعوش أبدا أن فيه مشاكل ما تسمعوش أبدا أن مش عارف حصل مشكلة صالح مع مش عارف مع مين وصالح مع حساب عشور ولا أي كلام من ده كل التركيز موجود عند العابين وأحساسهم بمسؤوليتهم في هذه المباراة اتجاه نديهم واتجاه جمهورهم الكبير اللي واقف من وهو حتى هنا جمهورهم الكبير هنا هم عارفين هو عامل إزاي هو بيدعو لهم بشكل إزاي ده اللي إحنا بنتكلم عليه لكن تيجي تقول لي أصلاح حصل إيه أصلاح حصل إيه حط ده على جنبه تماما ما تحاولش تبص لجزئية دي واللعيبه أنا واثق إنهم ما بيسمعوش لأي حد أكيد بعضوا يتحقوا حتى لو سمعوا يعني بشكل عابر كده لهذه المهاطرات اللي ممكن تعدي على أذننا ولكن طبعا فريق النادي الأهلي فريق متميز متماسك وده دائما هو ده سر تفوقنا تفوق فريق النادي الأهلي باستمرار زي ما بقولوكو إحنا التون ما إحنا إيد وحدة ما فيش حد يقدر يخترقنا تماما كفريق أو كيان كبير مين بقى موجود زي ما بقولوكو في الإدارة موجود موجود نجمة هيبقى موجود مش عارف مين هيبقى موجود يعني كل الناس متواجدة في خدمة هذا الكيان بكل أساميهم بكل نجوميتهم بكل حبهم للنادي كل واحد متواجد بيقوم بدوره في وقت مروقات بيقوم بدوره سواء بقى مدرب مدير فني العيب كلنا بنقوم بدورنا سواء إحنا هنا كقناة أهلي وإحنا مركزين بشكل كامل مع الفريق مش مركزين في حاجة تانية ولا أي حاجة أو في كلام عن انتخابات ولا كلام عن مشاكل بتحصل لا إحنا مركزين في أن نوصل المعلومة لجمهورنا ونحاول ندعم فريقنا بشكل كبير هو ده اللي إحنا مركزين فيه كقناة النادي الأهلي يا رب هو ده اللي إحنا بنتمناه التوفيق لفريقنا التوفيق دايما أن إحنا نبقى متميزين من خلال بطولاتنا متميزين من خلال وجودنا في المقدمة دايما باستمرار النسر اللي موجود دايما في شعارنا يبقى مرتفع باستمرار من خلال حصوله على البطولات الفنينة الحمرة والروح العالية وروح الفنينة الحمرة تبقى موجودة باستمرار هو ده اللي إحنا نتمنىه وأعتقد أن كل فرض في الجهاز الفني واللعبين عارف يعني إيه الكلمات دي اللي أنا بقولها روح الفنينة الحمرة وإعلاء كلمة الأهلي دايما بسمرار فيه المحافظة الرياضية في القارة الأفريقية أو حتى في الدور المصري هنا ده اللي إحنا بنتمنىه عايز أقول لكم قائمة النجم السحلي هي قائمة طبعا مميزة هم بيضموا مجموعة من اللعبين المميزين يعني بصراحة لأن من خلال رؤيتي للمباراة الأخيرة أمام أهل ترابلس هو فريق قوي فريق مميز هو من الأندية الأربعة المميزة في تونس وهو بقى الترجية أو صفاقسي أو النجم السحلي أو الأفريق التونسي دول من الأندية المميزة في الدور التونسي يمكن كان فواخد المركز التاني بعد الترجي في الدور التونسي العام الماضي فبالتالي انت بتلاعب فريق قوي فريق مميز قائمته هو أيمن مسلوسي وزياد جبالي وأشرف كرير ورامي البدوي وعمر كونتاجي وحمد النقاز ده من اللعيب المميزة حمد النقاز طبعا وشهاب بن فرج وزياد بغطاس وغازي عبد الرازق وعليا البريقي وأيمن الترابلسي ومحمد أمين بن عمر وحمزة الأحمر ووجدي كشريدة وجاك ميبي وإهاب مساكني وسليم بالقاس بالقاسم والكالي بنجورة بنجورة برضو من اللعيب المميزة جدا أيمن سفاقسي وديجو كوستا ده اللعيب البرازيلي وعمر مرعي طبعا اللعيب المصري المنضم لفريق وهدف الفريق حاليا بالنسبة لفريق النجم السحلي وأيمن أمين الشرميتي طبعا اللعيب المميز بالنسبة لفريق النجم السحلي ده قيمة فريق النجم السحلي خليني بس أروح بقى الفاصل وأرجع أستقبل واحد من الصحفين المميزين نتكلم على عادي المباراة لأن المباراة مهمة جدا لأنه أيضا نتكلم في بعض الأمور الخاصة في الأحداث الحالية في الصحة الرياضية أستاذ خالد العشري هروح لفاصي وأرجع أستقبله ونتكلم طبعا عن مبارات الأهل والنجم الصحية